عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعية بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيفة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعا إلى بكين جمهورية الصين الشعبية وذلك خلال الفترة من السابع إلى العاشر من يوليو 2018 وبتشكيل الوفد المرافق لسموه يحفظه الله ورعاه والذي يضم كل من الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وزير المالية هند صبيح براك صبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية خالد ناصر عبدالله الرضان وزير التجارة والصناعة بخيت شبيب بخيت رشيدي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية والجهات الأخرى وقد أكد مجلس الوزراء على أهمية هذه الزيارة وما ستتيحه من فرص لتبادل وجهة النظر حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك رافقت سموه وحفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتاج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة للمشاركة كضيف شرف في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته الحادية والعشرين بمدينة برلين حيث ألقى سموه كلمة أمام الملتقى تناولت العلاقات المتميزة القايمة بين البلدين الصديقين في كافة الميادين وحرص دولة الكويت الدائم على تقوية التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة تحقيقا للمصالح المشتركة ومن جانب آخر طمأن سموه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح مجلس الوزراء على صحة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجريت له مؤخرا في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يحيطه بكريم عنايته ويديم عليه الصحة والعافية متمنيا لمعاليه اكتمال الشفاء العجل وأن يعود إلى وطنه سالما معافى بإذن الله تعالى لمواصلة مسيرة العطاء لوطننا العزيز بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون الاقتصادية والخدمات العامة بشأن آلية تشغيل المشروعات الصحية الجديدة وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة باستلام مبنى مستشفى جابر الأحمد من قبل وزارة الأشغال العامة وذلك للعمل على تشغيله وإدارته كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ديوان الخدمة المدنية لدراسة المتطلبات المالية والدرجات الوظيفية من الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز التالية مستشفى الأميري الجديد مستشفى الجهراء الجديد مركز الشيخ سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري وإثرما شايدته الساحة مؤخرا من حديث حول تجاوزات تشوب بعض الممارسات فلاية العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فقد رحب مجلس الوزراء بالخطوات الإيجابية الجادة التي أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن اتخاذها في مواجهة كل ما أثير من مظاهر التجاوزات والشبهات والتحقيق فيها وصولا إلى الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية في شان أي مخالفات أو تجاوزات يثبت وقوعها ومحاسبة المسؤولين عنها وفي هذا الصدد فقد حتى مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية بتقديم كل ما تطلبه لايات العامة لمكافحة الفساد من معلومات ومستندات وكل عون ممكن لمساعدتها على إنجاز مهمتها على النحو الأكمل كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة عادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية الصديقة لفترة رئاسية جديدة متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد مشيدا بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الكويت بجمهورية تركيا الصديقة مؤكدا الحرص على تعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون في مختلف المجالات والميادين وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين